الحقيقة ممكن حضراتكم أذكر حضراتكم الأسبوع الماضي وإحنا في لقاء مع كان عدد كبار من كبار رؤساء التحرير ورجال الأعلام وكنا بنتكلم وبنقول إحنا يعني في وضع شديد التعقيد وشديد الاضطراب ومحدش قادر يتنبأ باللي ممكن هيحصل بكرة وكنا دايما بتسئل السؤال اللي اتسألته هو يعني طب إمتى يعني حضرتك شايف الأمور هتبدأ تستقر والأمور هتبقى يعني أثار وثمار كل الخطوات اللي بتتعامل هتظهر إمتى وقلت ساعتها أن يعني جاوبت بصورة واضحة إحنا عندنا رؤيتنا وعارفين كويس قوي على المسارات اللي إحنا بنتحرك فيها ولكن المشكلة الحقيقية أن احنا مش ضمنين بكرة يحصل إيه ووارد جدا تحصل صدمات أخرى مكوناتش موجودة في الحزبان تؤدي إلى العديد من التعقيدات والمشاكل للدولة ويعني حضراتكم بعديها بيومين حضراتكم عارفين كويس قوي وانكن مش يوم تاني يوم حصلت المشكلة في المنطقة بتاعتنا ويعني تصاعد حدة وتعقيد المشهد السياسي في منطقة شرق الأوسط مع الحوادث اللي حصلت والنهار ده طبعا كلنا يعني في حالة عدم يقين من تطورات الأمر والأزمة بحاجة عارف بكرة هيحصل إيه وحضراتكم يعني كل التوترات اللي موجودة وما هو سيكون رد فاعل الإيراني على المشهد اللي بيحصل وممكن حيكون تداعياته إيه على المنطقة والتخوف من اتساع النزاع أو الصراع على مستوى أكبر أنا بدي ده كمثل حضراتكم المثل الآخر اللي حصل في الأسواق العالمية الجمعة بيطلع تقرير في الولايات المتحدة بيوضح أن هناك مشكلة وأن هناك تخوفات من أن الاقتصاد الأمريكي يعني يدخل في مرحلة ركود وضغوط استقبلته أسواق العالم كلها بيعني اضطراب شديد حضراتكم أكيد تبعته يوم الاثنين واللي أطلق عليه الاثنين الأسود في العالم كله أسواق البورصات العالمية يعني فتحت على خسائر هائلة أو يعني ونزول كبير جداً الأرقام والتقديرات إنها الخسائر دي وصلت على مستوى العالم أكتر من 6 تريليون دولار وأطلق عليه زي ما قلت لحضراتكم يوم الاثنين الأسود وابتدى يحصل الطراب شديد جداً ولكن يعني الحمد لله ابتدى بعديها بتاني يوم ابتدت الأسواق تتعافى ويعني الدنيا تبدأ ترجع مرة أخرى للأستقرار أنا بدي بس حصل إيه في أسبوع واحد وتدعياته إيه على الدولة المصرية يعني عشان يبقى كلنا حاسين بقد إيه صعوبة المشهد وتعقيده علينا كلنا ومدى تأثيره علينا إحنا كمان كحكومة وكدولة في عملية التعامل مع هذه الأزمات أنا كل ده بقوله لأن بقى واضح تماماً تأثير يعني على العالم إن بيطلع تقرير يروح مؤدي إلى تخوفات وقلق يروح عامل قد إيه الطراب شديد وده معناها إن حتى أزمة ثقة موجودة في العالم كله مش موجودة بس في مصر يعني زي ما بيتقال هو يعني فيه أزمة ثقة موجودة لا هي بقى مشهد عالمي العالم كله بقى في حالة من البلبلة وعدم اليقين وعدم الثقة وبالتالي ده ليه تداعياته اللي بقيت موجودة على مستوى العالم وبيتشوفنا زي بيؤثر على العالم كله ترجمة نانسي قنقر